رأس سعادة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي وفدى مملكة البحرين المشارك في المؤتمر الخامس عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي والذي عقد تحت رئاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفي بداية المؤتمر تم انتخاب مملكة البحرين نائبا لرئيس المؤتمر من قبل جميع الدول العربية حيث أشهد المدير العام لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو الدكتور عبدالله محارب في بداية الجلسة الافتتاحية بتجاوب البحرين مع المنظمة وتنفيذ التوصية الصادرة عن المؤتمر السابق من جانبي ألقى سعادة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي كلمة وجه فيها شكره للدول العربية على اختيار البحرين بالإجماع كنائب لرئيس المؤتمر كما توجه بالشكر للمدير العام للمنظمة على إشادته بتجاوب مملكة البحرين مشيرا الوزير إلى همية تطوير التعليم في كافة مراحله والارتقاء بالبحث العلمي وفقا للمستجدات العالمية على هذا الصعيد هذا وقد تناول المؤتمر العديد من المواضيع ومن أبرزها تمويل التعليم العالي في الوطن العربي من حيث حجم الإنفاق وأزمة التمويل مع استعراض تجارب الدول ومؤسسات التعليم العالي في هذا المجال وسبل توفير الدعم المالي في ظل زيادة الطلب على التعليم ومسألة حكامة التمويل لتحقيق أفضل استخدام للموارد واتخذ المؤتمر العديد من التوصيات من أهمها تشكيل لجنة متابعة تتألف من أعضاء من دولة رئيس المؤتمر الخامس عشر ودولتين نائبي الرئيس والدولة المستضيفة للمؤتمر القادم ومنظمة الألكسو حيث تتولى اللجنة وضع آليات وخطط زملية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر لرئيس المؤتمر العام الخامس عشر لهذه المنظمة العربية العريقة وذلك بإجماع الدول العربية وهذا يؤكد مقدار احترام الدول لمملكة البحرين وجهودها في المنظمات العربية والدولية كما أشاد المدير العام بقيام مملكة البحرين بتنفيذ ومتابعة والتجاوب مع المنظمات فيما يتعلق بالتوصيات المؤتمر العام السابق وهذا أيضا يؤكد بأن مملكة البحرين تسعى إلى أن يكون تواجدها في هذه المنظمات يخدم مسيرة التعليم في الوطن العربي بشكل كبير المؤتمر اليوم يناقش تامويل التعليم العالي وهذا أمر مهم خصوصا في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية وتم التطرق إلى تجارب الدول العربية والعالمية في توفير التومين الذي يساعد مؤسسات التعليم العالي على أن تقدم الخدمة التعليمية وأيضا تكون لديها القدرة على متابعة المستجدات في مجال التكنولوجي وأن الحقيقة سعيد بتفاعل البحرين مع المنظمة وسرعة استجابتها لكل رسائل التي نرسلها إليها وطلبنا الاستشارة منها حقيقة وأفادتنا بأشياء كثيرة ولذلك أنا أشرت إليها في اجتماعي هنا عدة مرات وأشت بتعاونها مع المنظمة والبحرين منذ القدم هي تحرص على التضامن العربي وعلى التكامل العربي وهي دائما تستجيب لي دعوات الوطن العربي في كل ما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي فأنا الحقيقة أشكرها شكرا جزيلا على هذا الأمر ونحن كما تعلم في مؤتمرنا هذا نناقش قضية مهمة وهي قضية تمويل التعليم العالي وهو أمر مهم جدا وندعو إلى أن يشترك المجتمع في تمويل التعليم العالي وندعو أثرياء العرب إلى أن يشارك الحكومات العربية في دعم هذا التعليم والإنفاق عليه ترجمة نانسي قنقر